أولا أريد أسمع منك ما هي أبرز العقود التي وجدت فيها فساد وبالتالي ألغيت هذه العقود ومن هي الجهات التي كانت تقف خلف هذه العقود وزعلت شنو أبرز العقود عقود كثيرة أستاذ نجم مثلا يعني مثلا مستشفى القوات المسلحة شنو أبرز الفساد في مستشفى القوات المسلحة ولا فساد من أول إلى آخر أي يعني مستشفى القوات المسلحة سلم إلى شركة تركية أرسل العقد عليها في عام 2009 أو 2010 العفو المفروض خلال سنة ونستكمل ولحد اليوم ما كملت أنصرف عليها أكثر من 130 مليار عراقي ولحد الآن ما كملت عملوا فيها مهبط طائرات وجربناها ومن المستحيل أن نتهبط فيها طائرة أسعاف ولحد الآن نفس الشخص هذا العراق اللي انحالت له من الشركة التركية طبعا عملية حالة تحويل التنفيذ من الشركة التركية إلى منفذ عراقي هي أسطن خارج القانون يعني عقد من الباطن من الباطن خارج القانون ولا زالت وزارة الدفاع تتعامل مع الباطل طبعا قبلي الأخ الوزير عندما كان خالد العبيدي نعم معالي خالد العبيدي كذلك رأي يلغيها وموجود الأوليات ولكن عندما وصلت إلى مرحلة الإلغاء هو كان قد طلع من الوزارة جاءت هنا نرتح لهذا الموضوع يعني كم لما يعني مستحيل كماله من نفس الشركة فوحدة من عده أن نلغيناه لغيته وحنا إلى المراكم ونحن في طور أن نكسب الدرجة التطعية بأن ينفذ من قبل وزارة الدفاع كمال تنفيذ زيان ماذا ألفت انتباهك بالعقود التسعة وعشرين التي اطلعت عليها بفساد هذا منعتها مستشفى القوات المسلحة شنو أبرز يعني العقود الفساد الكبيرة التي وقفت عندها كثيرا قاعدة الصويرة الجوية مثلا قاعدة شبيها هذه يعني الطيارات وصلت للعراق والقاعدة لم تكتمل للأسباب الطيارين تخرجوا واصفحوا الآن برتبة نقيب والقاعدة لم تكتمل اللي هي مهيئة لهذه الطائرات التيففتين ومهيئة لاستيعاب كلية القوة الجوية فهذا كذلك عقد فساد شكت قيمة هذا العقد معالي الوزير نعم شكت قيمة عقد قاعدة الجوية الصويرة الجوية ومن كان صاحب هذا العقد 600 مليون دولار اش empieza اشتركوا في القناة